نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى والبداية بالعنوين تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ووزارة الصحة تواصل مسعيها للحصول على اللقاح ضد الكوفيد في بادرة للمساعدة على مجابهة أزمة كورونا تقديم هبة أمريكية لتونس ستتوجه إلى دعم عدد من المستشفيات الجهوية والمحلية الرباط تستضيف جولة جديدة من الحوار الليبي الليبي للتفاوض بشأن استكمال المشاورات حول المناصب السيادية أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الإخباري ونبدأه بشأن الصحية فقد أعلنت وزارة الصحة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي في تونس أنه تم تسجيل 68 حالة وفاة جديدة فيما تعمل وزارة الصحة على التسريع في تأمين مختلف مراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد الكورونا والتي ستنطلق في شهر فيفري القادم يتواصل ارتفاع مؤشرات خطورة الوضع الوبائي في تونس فقد تم تسجيل 68 حالة وفاة و2511 إصابة جديدة بفايروس كورونا بتاريخ العشرين من جنفي الجاري حسب ما أفادت به وزارة الصحة وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 5,989 حالة وفاة و190,884 إصابة منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي وشهد شهر جنفي الجاري رقم وفيات مرتفع رغم ما عرفته هذه الفترة من تشجيد للإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الشامل ثم الموجه حيث بلغ عدد وفايات شهر جنفي وإلى غاية تاريخ الأمس 1162 حالة وفات وفي ظل وضع وبائي دقيق تعمل وزارة الصحة على التسريع في تأمين مختلف مراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 والتي من المنتظر أن تنطلق عمليات التلقيح وحسب ما أعلنه وزير الصحة بمقتضى ما رسمته هذه الاستراتيجية في شهر فيفري القادم بمرحلة أولى تشمل الإطارات الطبية لتوجه بداية من شهر أفريل إلى قرابة 30% من التونسيين وفي هذا الإطار التقى وزير الصحة فوزي مهدي عاشية أمس بكل من سفير إيطاليا بتونس حيث تناول اللقاء دعم التعاون بين البلدين في المجال الصحي كما بحث وزير الصحة مع سفير ألمانيا بتونس سبول إقامة شراكة فاعلة بين تونس وألمانيا في المجال الصحي وخاصة فيما يتعلق بالتسريع في التزود بلقاح كوفيد-19 كما تترق لقاء وزير الصحة مع السفير الصيني بتونس إلى تقدم المباحثات الجارية بين البلدين لتأمين توفر مزيد من المستلزمات الصحية المتعلقة بمجابهة جائحة كورونا مجهودات تتواصل في وقت تشهد فيه أقسام الإنعاش المخصصة لمصابي كورونا بالمستشفيات امتلاء قارب طاقة استعابها القصوى وتجاوزها في بعض المناطق حيث يتم حاليا التكفل بـ 2049 مصابا بفيروس كورونا بالمستشفيات والمصحات الخاصة من بينهم 410 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص فيما يخدع 141 مصابا منهم إلى التنفس الاصطناعي بهذه المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة توفيت فجر اليوم عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة محرزية العبيدي بعد أن خضعت منذ شهر نوفمبر الماضي إلى متابعة طبية مكثفة استدعتها وضعيتها الصحية حيث تم نقلها إلى فرنسا لتلقي العلاج أين وفتها المنية وكانت الفقيدة تولت منصب النائب الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014 كما ترشحت محرزية العبيدي في الانتخابات التشريعية 2014-2019 وفازت بمقعد في البرلمان وتولت رئاسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين رحم الله الفقيدة وأسكنها فرديس جنانهية أكد المدير الجهوي للصحة بباجا أنه تم تصحيح الخطأ الذي جد أمس خلال عملية تسليم جثماني ضحيتي فيروس كورونا أمس إلى عائلتيهما في كل من باجا وتبرسق وقد تم فتح بحث تحقيقي في هذا الصدد كورونا هذه رانا كصحة دينا نتعبوا شوية والبارح عنا ستة وفايات جاءوا مع بعضهم منهم الزوز بياتنا اللي توفاوا البارح واللي هما الزوز رام مرضى بالكوفيد ألا غالب هنا نحب نقول واني أنا هوم المنبر هذا يرى وفما اعتذرت زمن النوعها الأهالي متاع الزوز المتوفين خطر فما خطأ وانه الأهالي متاع تبرسق كيعة شافوا الجثة تبين لهم كانوا والدهم وعلى طريق خطأ وقع هزان والتبرسق وقع دفن انتاعه فتنبو المتوفي الثاني وانه وراه وفما خطأ في الشخص هذاك عليش تحركنا احنا بسرعة وقع مع تستجلاب الجثة وقع التحري فيها مرة أخرى وتدفن البارح في الليل اللي توفى في باجا وكذلك زادة تدفن اللي توفى في تبرسق في بادرة لمجبهة الأزمة الصحية التي خلفها فيروس كورونا عملت السفارة الأمريكية على تقديم معدات للوقاية الشخصية في شكل هبة لوزارة الصحة هي سناديق احتوت على معدات للوقاية الشخصية الضرورية من فيروس كورونا المستجد من بينها آلاف البدلات الواقية ونظارات وأخطية للأحذية ومواد للتطهير هذه المعدات تحصلت عليها وزارة الصحة من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وستتوجه إلى دعم عدد من المستشفيات الجهوية والمحلية تلقي الدفعة الأخيرة من المساعدة العينية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس لمجابهة وباء الكورونا المساعدة هذه تقدر جمليا حوالي 37 مليون دولار وحاليا آخر الدفعة ستسلم إلى المستشفيات رمادة وبنجردان واعتبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في تونس أن الهبة الأمريكية تترجم التعاون التونسي الأمريكي في مجابهة الأزمة الصحية التي خلفها الفيروس ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية وجائحة كوفيد-19 أثرت علينا جميعا سواء كان ذلك في الولايات المتحدة أو في تونس ولكن بعد سنة من العمل المشتركة أذكر بأن العلاقة والشراكة بين بلدين أقوى مما كانت عليه في السابق برامج الدعم الأمريكية لتونس برامج متنوعة تتنوع بين برامج تبادل الطلبة إلى برامج مثل هذه وهذه المساعدات كانت قد قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية وفي المستقبل تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على توفير المزيد من المساعدات في شكل غرف عزل ذات ضغط سلبي ستمكن هذه الصحة التونسية من القيام بالتحليل والفحوصات بشكل أدعي وللتذكير فإن هذه الدفعة من معدات الوقاية الشخصية الضرورية قد سبقتها دفعات أخرى انتفعت بها المستشفيات الجهوية والمحلية بكل من الكاف وطبرقة والقيروان نظمت بلدية تونس ببادرة منها وبشراكة مع جمعية العون المباشر والإذاعة الوطنية حملة لتوزيع مساعدات عينية لمتساكن بعض الدوائر البلدية من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المهددة بالفيضانات وبموجة البرد وكذلك لمجابهة تداعيات وباء كورونا وتتمثل هذه المساعدات في أغطية ومواد غذائية مختلفة سيقع توزيعها باعتمادات قاعدة بيانات درستها لجنة الشؤون الاجتماعية ببلدية تونس المعنين بالأمر تم اختيارهم من قبل الدوائر البلدية المعنية وهي دائرة الزهور دائرة السيجومي ودائرة الحرارية حسب قاعدة بيانات درستها لجنة الشؤون الاجتماعية بالبلدية باش نحدوشكون اللي يستحقها أكثر من الآخر هي من العائلات المعوزة كما قلت من العائلات اللي اتضرت أثناء الفيضانات الأخيرة ومعنيها في قاعدة بياناتنا عن بعض التحري اللي ينقوموا به باش نحاولوا نكونوا مسؤولين الحملة هذه هي في إطار الشراكة مع الإذاعة الوطنية اللي يعني وجهت نتيجة وتلبية لنداء الإذاعة الوطنية فالبرنامج هذا يعني نتوجه به للعائلات الفقيرة والهشة والفاقدة للسند زادة استعداداً لاستئناف الدروس شرعة المندوبية الجهوية للتربية بيجابس في توزيع عدد هام من مستلزمات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا على المؤسسات التربوية بالجهة في إطار استعداداتها لعودة الدراسة شرعة المندوبية الجهوية للتربية بيجابس في توزيع مستلزمات التوقي من فيروس كورونا على المؤسسات التربوية هذه المستلزمات ستنتفع بها كل المدرسة الابتدائية بالجهة والبالغ عددها 162 مدرسة هذه كمية كبيرة من مستلزمات الوقاية التنظيف والتعقيم خاصة من مدرسة الابتدائية المدرسة الابتدائية التي هي حوالي 162 مدرسة المواد بنسبة جفال، صبول سائل، سائل تعقيم هناك من المقيس الحرارة، آلات الرش، اللي بأس راقي من آلات الرش ثم اعتمديات تم منها من النهائية وما زلنا منها عندنا برنامج منها قاعدين نتبقوا فيه بقدرة تربي منها هنين، اثنين، اثلاث، ان شاء الله يكون الناس كلها عندهم مستلزماتها المعايير منها تختلف من مؤسسة الأخرى، عدد تلانزة معيار، الفضاءات منها معيار، منقعات، منها المزمات الصحية المندوبية الجهوية للتربية بجابس تعول على البلديات وعلى مكونات المجتمع المدني لدعم المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية لتوفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا الساعدات هي المساعدة من البلديات والمجتمع المدني في الاتجاه هذه من حيث هو حمل التنظيف وتعقيم من حيث توفير بعض المستلزمات التي هي مش قدر عليها كم الكمامات والجال من برنامج عزيزة مثلاً وعادنا بكمية معينة بعض البلديات مش دعمونا منذ بداية السنة الدراسية تركزت الجهود في ولاية جابس على التوقي من فيروس كورونا داخل المؤسسات التربوية وأمكن إلى حد الآن تحقيق نتائج طيبة رغم تفشي هذا الوباء بالعديد من مناطق ولاية جابس وفي أخبار العالم استؤنفت اليوم مجدداً في المغرب جولة جديدة من الحوار الليبي وذلك بمشاركة وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في مدينة بوزنقة جنوب العاصمة الرباطة وتهدف هذه المباحثات إلى استكمال المشاورات حول المناصب السيادية بالبلاد بعد أكثر من شهر من عقد اجتماع تنسيقي بمدينة طنجة المغربية يحتضن المغرب من جديد جولة أخرى من الحوار الليبي تجمع وفدين من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بمدينة بوزنقة جنوب العاصمة الرباط أعضاء لجنة 13 زائد 13 يجلسون للتفاوض بشأن استكمال المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات وتمثل هذه الجولة الجديدة للحوار الليبي امتدادا لثلاث اجتماعات استضافها سابقا منتجع بوزنيق المغربي للنظر في كيفية تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية وبعد محادثات طويلة اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بالأغلبية خلال هذا الأسبوع آلية اختيار ممثلي سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة بالبلاد وهما كان محل إشادة مجلس الدولة الاستشارية الذي أعرب في بيان الله عن الأمل في أن تتوج المسارات الخاصة بالمسار الدستوري بالنجاح مناشدا ممثلي المجلسين بذل مزيدا من الجهد لإحداث أكبر توافق ممكن في هذا المجال دوليا رحبت بدورها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا باعتماد الليبيين آلية لاختيار ممثلي السلطة التنفيذية وبينت أن ذلك يمثل خطوة نحو وحدة البلاد كما شددت الدول الغربية على مواصلة دعم وقف إطلاق النار واستعادة الاحترام الكامل للحضر الأممي للأسلحة ويفترض حسب الأمم المتحدة أن لا يطول أكثر مصار تحديد ممثلية السلطة التنفيذية حيث أعلنت البعثة الأممية في ليبيا أن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتما في غضون أسبوع وأن يجرى التصويت على المرشحين في أوائل فيبريل قادم وفي سوريا قتل أربعة مدنيين بينهم طفلان جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم محافظة حما وسط سوريا وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية ونقلا عن مصدر عسكري سوريا وأضاف المصدر ذاته أن الهجوم أصفر أيضا عن إصابة أربعة آخرين وتدمير ثلاثة منازل غرب حما مشيرا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية وأسقطت معظمها في المحافظة رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتيريس اليوم بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ اليوم وهي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي تبرم منذ أكثر من عقدين المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة عالم خال من الأسلحة النووية ودليلا قويا على تأييد الأخذ بسبل متعددة الأطراف إذا نزع السلاح النووية وأثناء الأمين العام على الدول التي صادقت على المعاهدة ورحب بالدور الفعال للمجتمع المدني في الدفع قدما بالمفاوضات وفي دخول المعاهدة حيز النفاذ وفي أخبار الرياضة تقام غدا منافسات الدفع الأولى من بطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم إذ يستضيف الاتحاد المنستيري الأولمبي الباجي ويلقي الندي البنزرتي ندي سفاقسي ويباري الترجي الرياضي الملعب التونسي فيما يستقبل اتحاد بن جردان الشبيب القيروانية وينزل اتحاد تطوين ضيفا على نجم المتلوية تتواصل أشغال تهيئة الملعب الأولمبي بسوسا بكلفة تجاوزت التوقعات الأولية ومن المنتظر أن ترتفع طاقة استيعاب هذا الملعب إلى نحو 40 ألف متفرج بعد نهاية الأشغال تقدمت أشغال تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسا بنسبة 66% وفاقت قيمة المصاريف 32 مليون دينار بعد تحيين تكلفتها تبعا لتدخلات الإضافية الضرورية التي فرضتها المعطيات الميدانية ملعب نصرف عليه 32 مليون دينار وتوى أشغال إضافية التي تفوق لكلفة بتاحها العشرين مليون دينار إضافية في كل تهيئة ثم ديزان بريفو ما نعرفهمش وفي الوقت يزور نكتشف عديد من الأشياء التي تحدد من تقدم الأشغال في وقتها وتبلغ طاقة واستيعاب مدارج الملعب الأولمبي الذي شيد منذ ما يقارب الخمسين سنة أربعين ألف متفرجا البلعب كان 23 طاقة القصوى 23 ألف متفرج أصبح إن شاء الله بش يكوني تساعي لأربعين ألف متفرج إضافة لـ 22 لوج ثم مقصورات وعنا اللوج بريزدانسيال ما توقعتش هكا معنا برسمي أستاذ روعة وليس رجعنا خير من أقبل والحقيقة كنا نقاسيه منه وراء أستاذنا كنا نقاسيه منه يعاوننا برش الفيراج معناها أستاذ كمنا كجمهور مشتاق بالرسمي مشتاق الأستاذ كمنا فالكل يعمل على التسريع في إنجاز الأشغال حتى يكون ملعب سوسة جاهزا في حلة جديدة مطابقة للمواصفات العالمية ومكسبا للرياضة التونسية أعلنت السلطات اليابانية التزامها باستضافة الألعاب الأولمبية في موعدها المقرر في شهر جوليا المقبل مفندة التقارير التي تحدثت عن سعيها إلى إلغائها بسبب المخاوف من انتشار وباء كورونا بوتيرة أسرع وقال رئيس الوزراء الياباني يوشي هجي سوجا قال إن تنظيم الألعاب الأولمبية سيعيد الأمل والشجاعة إلى العالم وبالرياضة نصل إلى ختام النشر مشاهدين الكرام ونذكركم بعناوينها تسجيل مئة حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ووزارة الصحة تواصل مساعيها للحصول على اللقاح ضد الكوفيد في بادرة للمساعدة على مجبهة أزمة كورونا تقديم هبة أمريكية لتونس ستتوجه إلى دعم عدد من المستشفيات الجهوية والمحلية الرباط تستضيف جولة جديدة من الحوار الليبي الليبي للتفاوض بشأن استكمال المشاورات حول المناصب السيادية ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر